مرحبا عزيزي برج الأسد عزيزي برج الأسد الطاقة العامة لك أنت ستلتقي بالشريك في وقت أنت تكون فيه وصلت إلى مرحلة النضوج هاي طاقتك أنت ملكة السيوف أنت أردي رح تكون وصلت إلى مرحلة عرف فيها حالك واثق من نفسك مريت بالكثير من الأمور عندك الكثير من المعرفة والتجارب خلاص يعني تحس أنك تستطيع أن تدخل أي مجال وتعطي أي نصيحة برج الأسد جدا واثق من نفسه بطبيعته ولكن أنت أيضا وريت بتجارب سابقة خلتك أقوى لما توصل مرحلة هاي الثبات الداخلي واحتمال أنت وصلت لها الآن هو رح يكون الوقت المناسب لالتقاء الشريك لأن الشريك أشوفه رح يوازيك في الطاقة والقوة هو ملك السيوف أنت ملكة السيوف طبعا الجنس هنا لا يهم يعني احتمال يكون العكس أنت تظل ملكة السيوف ولكن القراءة احتمال تكون اللي يشاهدها رجل أو اللي تشاهدها مرأة فجنس جنس الكرد لا يهم هاي اللي أحب أذكرك فيه لكن أنت اللي قاعدة أشوفها أنت لديك كذا عرض للارتباط يعني هذا مو أول شخص يطرق الباب أو يأتي إلى محوط حياتك ويعرض عليك الحوب الزواج الارتباط الشراكة مو أول شخص ولكن مع أنك برج ناري الدايمون تتوجه في علاقتك في اختيارك للشريك لأنه مريت احتمال كان عندك تجارب سابقة اعتمد فيها على طاقة الشغف والحب الطاقة النارية لقيت أنها مو أفضل طاقة تعتمد عليها لاختيار الشريك فتحولت إلى طاقة الأبراج الهوائية طاقة العقل الحدس التحليل المنطق هذا الشخص أوكي سيأتي إلى حياتي شنو رح يقدم لي شنو يستطيع أن يضيف لي شنو عنده أنا ما أملكها بحيث أنه رح مع بعض فعلا نبني حياة بدل ما ياخذ مني وأخذ منه على الفاضي مع بعض شنو رح نبني حياة قاعد تستخدم عقلك كأنك ماخذ عرض هذا الشخص أو الشريك حطه تحت المجهر في الكرة الزجاجية وقاعد تحلل جميع تفاصيل وضعك المستقبلي مع صراحة ضاقة جدا ذكية ملكة السيوف هي أذكى الملكات وملكة السيوف هو أيضا أذكى الملوك من ناحية الذكاء وليس المشاعر الذكاء يتميزون فيه فأنت قاعد تستخدم مثل ما قلت لك طاقة العقل إنسان جدا متعقل في اختيار الشريك وإذا كنت غير متعقل فالنصيحة لك إنه في اختيار الشريك اعتمد على هاي الطاقة طاقة الأبراج الهوائية ليست حصرا عليها مو شرط إنك تكون دلو أو ميزان أو جوزاء عشان تستطيع إنك تعرف خفايا الأمور أرى إنك أيضا رح تكون في الوقت اللي تلتقي فيه بالشريك أسس لنفسك عندك حياة جدا جميلة مثل ما خبرتم قبل ناينوف إيرث تسع الخماسيات ناينوف بنتيكلز تسع الخماسيات نفس الكرد هي طاقة الإنسان الأعزب محاض بالكثير من الخماسيات عند الرخاء عند السعادة عند الصداقات لديه كل ما يحلم فيه هو سعيد أيضا مو فقط الاستقرار المادي عندك أيضا السعادة بيج أوف ووتر إن تعرف بأن هاي المرحلة لا تستطيع أن تستمر للأبد لوحدك مستمتع بالسعادة فيها لوحدك يوم الأيام رح تختار شريك تشارك مع هاي الحياة ولكن في الوقت الحالي رح تكون مستمتع أول خطوة لديك بعد تحقيق هاي النجاحات المادية أو على صعيد الأسرة المحيط وتأذر بالنسبة لك النجاح رح تكون ناجح وهو الوقت الذي رح يدخل في حياتك هذا الشخص لأن وقتها رح تكون مستعد مو بالكامل رح أقول لك ليش ولكن رح تكون مستعد التارو يخبرني إنها هاي طاقة الشريك هو يوازيك مثل ما قلت لك هو أيضا شخص مر بالكثير ملك السيوف مر بالكثير عاني الكثير وتحمل أيضا الكثير عشان يحقق شيء لنفسه لأن هذا الشخص بما أن أنتو نفس الطاقة احتمال لنا من نفس المنطقة نفس المحافظة نفس الدولة نفس المذهب نفس المدينة ولكن خرج إلى مدينة أخرى أو دولة أخرى للبحث عن فرصة عمل أفضل عشان أحس أن هذا الشخص كان يبقى يكون نفسه بسرعة وأقوى في فترة زمنية قصيرة عشان تريد طرنه يمشي يترك المنطقة ومن ثم هو في مرحلة رجوع احتمال أنه راجع يزور أهله إذا كانوا في نفس المنطقة راجع أيضا يزور الأصدقاء الأصحاب الأقارض وهو رح يكون الوقت اللي ينتبه إليك أو يراك فيه صدفة طبعا احتمال أنك تعرفه من الماضي يعني بينكم معرفة بسيطة أو علاقة في الماضي أو تسمع عنه أنه فلان مثلا ابن الجيران ابن فلانة ابن خالته فلانة هو الذي كان في دولة ثانية في مدينة ثانية كان جدا مركز على عمله على البزنس على جمع الأموال لأنه بالنسبة للإستقرار المادي هو كل شيء شوف الطاقة اللي وراءها طاقة البلانس كان يحاول كل تركيزه مصبوب أنه يحاول يغير وضع السابق احتمال أنه في السابق لم يكن يملك الكثير من الفرص والأموال في مدينتكم السابقة أو في الدولة السابقة وعرف أنه في مستقبل ينتظر مشرق في الجانب الآخر أرى أنه شخص ناضج يعني ليس صغير في السن إنسان لبس دائما رسمي ومرتب احتمال أنه يدخن بشكل معقول ولكن ليس مدخن كثير يعني يدخن بشكل معقول كل شيء عند هاي الشخص موزون كل شيء بحسابه متزن في كل شيء يعني حتى إذا كان في طبع لا يعجبك مثل التدخين فهي الإنسان متزن يستطيع أن يسيطر على محيطة عند هاي القدرة ولكن يحب أن تكون ملابسة دائما رسمية ودائما يحب أن يعرض على الناس أنه يذكر الناس أنه فلان فلان الشخص الذي مثلا عنده المنصب الفلاني أو الشغال في الشركة الفلانية يمتلك المحلات الفلانية يحب أن يستعرض نجاحاته وله الحق لأنه أيضا مر بالكثير شيني رح يصير في المستقبل أرى أن هذا الشخص رح يلتقي فيك ورح يكون دايركت معاك يعني إذا أنت تنتظر عرض رومانسي عرض عرض أفلاطوني دراما هاي شخص لن يكون لديه دراما هاي شخص رح يكون دايركت لأنه هو ملك السيوف رح يكون دايركت ورح يعرض عليك الارتباط والزواج وأن أنت تبنون حياة مع بعض احتمال أنه بشكل جدا سريع يفاجئك ليش أقولك يفاجئك لأنه أشوف ردة فعلك في الفترة القادمة رح تكون كأنك تتعذر يعني أنت فعلا احتمال أنه فتحت هاي القراءة تنتظر الشريك ولكن سبحان الله عندما يأتيك الشريك رح يكون عندك شيء من الخوف اللي تقول أحتاج شوية وقت أفكر أحتاج شوية وقت أحلل أقيم أخذ وقتي أحتاج شوية وقت أخلص عندي كذا شغلة رأينا أيضا لديك أمور احتمال تنتظر أنك تخلص جامعة تنهي مشروع معين في شيء أنت الحين ما ختمت عندك تنتظر أنك تختمه عشان تقرر تعطيهم الموافقة على عرض هذا الشخص ولكن خوفك يدفعك للاتجاه المعاكس من الحبيب ترى هذا الكرت رايح هاي الجهة وهي الكرت متجه هاي الجهة هذا هو مستقبلك هنا وهي اللي يبين لأنه عندك مخاوف أن تملك فعلا كل ما تحتاجه من أجل أن تبني حياة جديدة مع هذا الشخص وهذا الشخص يستطيع أن يحقق لك كل أمنياتك يعني معاه في حياتكم رح تتحق أمنياتك الشخصية ولكن ألاحظ أن في البداية رح يصير عندك شوي ها متى الحين عطوني شوية وقت للأسف الشخص هذا لا يملك الوقت رح أقول لك ليش اللي قاعدة أشوفه أنه راجع في زيارة سريعة الوقت فيها محدود يزور المنطقة أو الحي اللي هو منه مسقط رأسه لقاك أنت بالصدفة قرر أنه يرتبط فيك لأنه خلاص شاف فيك الشريك هذا الشخص نظرته ثاقبة رأىك وقرر والآن يريد أن يجعل الموضوع رسميا سريع في الخطبة في الزواج في الارتباط في إنهاء عقد القران عشان يأخذك معاه للحياة الجديدة أنت رح يكون عندك شوي تخوف ليش عندك تخوف عندك أنت تعرف رح توصل لمرحلة أنت تعرف أن حان الوقت لبداية جديدة مع هذا الشخص فعلا ولكن كأنه عندك شيء في الماضي علاقة من الماضي شيء مشاعر دفينة أو مشاريع أنت بتديتها إن كان دراسة إن كان بيزنس إن كان أنت متعلم تعتني بالأسرة بنفسك يعني فشنون رح تترك الأسرة وتتجه إلى منطقة جديدة ثولة جديدة رح يكون عندك نوع من التعلقة والستكنس في الماضي ولكن أنت تعرف في نفس الوقت أنت تعرف أن هذا هو النداء هذا النداء ندائك أنت وموجه لك عزيزي برج الأسد وحان الوقت أن تبتدي الحياة الجديدة مع هذا الشخص شوف لديك الكثير من طاقة السيوف سيوف سيوف هو ملك السيوف وأنت ملكة السيوف طاقة سيوف فلا تخاف لأن كل شيء أصلا سوف يحدث طبقا للمنطق والعقل كل شيء في حياتكم متزن أنت متزن وهو متزن فما هي دواعي الخوف وين خايف عدم الاتزان يأتي من وين راح يأتي لأن أنت متزن وهو متزن فليش التخوف الزائد أو معتبر أن مثلا بعض الأشياء إذا كانت جدا ممتازة فهي لا يمكن أن تصدق يعني ولكن فعلا حال الوقت أن أنت تقفز تاخذ طعت الموافقة إذا دخل هاي الشخص حياتك راح يكون فعلا هو الوقت المناسب اللي تبتعد فيه عن الماضي لأن وقتك في هاي الحياة حياة العزوبية حياة اللي تعوت عليها صار لك فترة وتعبت أنك تبنيها بروحك وصلت إلى وقت النهاية حال الوقت أن أنت تبتدي حياتك مع هاي الشخص جديدة راح أقول لك شلون جديدة أنت عندك بفول كارت زيرو معناته أحرص وهاي نصيحة جدا مهمة لك برج الأسد جدا مهمة أهم ما في هاي القراءة عندما تعطي الموافقة لهذا الشخص كن عادلا أنت عادل ولكن فعلا كن عادلا على جميع المستويات لا تأخذ معك أي شيء من الماضي إن كان مشاعر إن كان أمل في شخص ثاني أي شيء من الماضي تعلقك يجب أن ينتهي يصل إلى رقم الصفر وهو رقم خلاص تبتدي بعده حيات جديدة بدون تعلقك بالماضي مو معناته أن تنسي أهلك وحياتك وتدفل نفسك لا أبدا معناته سبحان الله لو كان فيه تعلق زائد بالأصدقاء تعلق زائد بشخص معين من الماضي فهم قصدي شخص أنت كنت تنفكر أنه رح تتزوجه كذا 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 هاي الأمور لازم تنهيها حان الوقت لإنهاءها متى رح تعرف أنه حان الوقت لما يأتيك هذا العرض هذا العرض كبير لا يمكن أن تنكره خلا نشوف طاقة الشريك أكثر عنده ملك السيوف عنده temperance الشفاء أو المعالجة ما عرفه الله ترجمة بالعربي temperance بالإنجليزي ثلاث الخماسيات فارس الخماسيات اللي أشوفه هني أن هذا الشخص فعلا رح يأخذ وقته في البداية أنه يعرف وضعك يعرفك ولكن هو أيضا يعرف أنه أنت متعلق في حياتك اللي أنت موجود فيها حاليا فرح يحاول في البداية أنه بهدوء وبدبلوماسية لأنه ملك السيوف دبلوماسي ترى هو الدبلوماس المحنك رح يحاول بهدوء أنه يسحبك من الحياة اللي أنت فيها ويكون التغيير عشان يكون التغيير بالنسبة لك سلس سموث ما تحس أنه قوي وتغيير مفاجئ ومندفع فهو حرام من جانبه هو حرام صراحة لأشوف أنه رح يحاول أنه قدر الإمكان يكون يراعي مشاعرك في هاي التغيير لأنه تغيير كبير أنه أنت تترك حياة أو منطقة معينة أو دولة معينة وتذهب معا تترك كل شيء خلفك وما قلت لك هني توصل لمرحلة الصفر من بعد تسع الخماسيات لازم تكون صفر عشان تعيش أو تبني مع هاي الشخص حياة هاي الشخص نيتها جدا طيبة مثل ما قلت لك الأرطباط وليس الأرطباط فقط في زواج يعني لا فعلا رح يكون معاك شريك من النوع اللي رح يأخذ رأيك في كل شيء رح تكون فعلا شريك في حياتك مخاوفك أنت مثل ما قلت لك رح يحاول يعالجها ولكن أيضا أشوف أنها بعد هاي المرحلة رح تظل شوية تحاول تأخر الموضوع تدرس الموضوع أكثر عزيزي برج الأسد من حقك ولكن رح تحاول أنه رح أنت تقف في وجه سعادة نفسك يعني أنت رح تكون لعائق أمام سعادتك الشخصية فهذا الملك ذكي رح يشوف أن حان الوقت هذا الشخص ذكي رح يشوف أن حان الوقت أن يكون معاك صريح زيادة مرحلة الدبلوماسية ويكون مراعي لمشاعرك رح تنتهي رح يأتي معاك وطاقة سيف قوية ويقول لك 1-2-3 إحنا لازم نرتبط 1-2-3 أنا عطيتك وقت كفاية تواصلت معاك كفاية بيّنت لك كفاية وفعلا أريد أن أبتدي معاك بداية أبني معاك حياة أنا وضحت لك نيتي وحاربت من أجلك وسويت كل الذي يجب عليه كشريكة أعمله من أجل الإرتباط التم فما ستكون أنت ردت فعلك برج الأسد وقتها عندما يستعمل معاك هاي الطاقة الواضحة الصريحة الـ Direct أنت رح تشوفها وقتها رح تحس أنه فعلا يشابهك رح تشوف لأنه فعلا طاقة السيوف طاقة الملك الحازم الـ Direct اللي أنت تقدر هاي الطاقة لأنه أصلا هاي الطاقة طاقتك فوقتها احتمال أشوف أنه من جانبك رح يكون في موافقة على الزواج رح يكون في احتفال جدا جميل خطبة أو زواج الأهل الأحباب الأقرباء كلهم محيطين فيكم مثل ما قلت مرحلة أو الحفلة رح تكون وتأتيك بعد التواصل الحازم من هذا الشرك رح يقول لك خلاص حان وقت الارتباط احتمال أنك تقول له في مرحلة ما أنا غير جاهز الحين أرجع إلى عملك أو إلى بزنسك رح أفكر في الموضوع رح احتمال يجيك من الاتصال و رح يرجع مرة ثانية إلى البلد و يقول لك أنا عطيتك وقت كفاية عطيتك وقت كفاية حان الوقت أن أنت تتخذ قرار و وقتها رح تحس نفسك مستعد ما أشوف أنك أبدا رح تسمح لأحد أنه يخليك تسرع في اتخاذ القرار لا رح تكون ثابت فرح تاخذ وقتك ولكن بعد الحفلة لديكم مرحلة اسمها بعد الحفلة أو بعد الزواج انت هنا رح تاخذ مثل ما قلت لك عشان تبتدي معها الحياة رح تبتدي من الصفر فأول شيء رح تلاقي عندما تذهب معها إلى البيت الجديد المنطقة الجديدة البيئة الجديدة رح تحس بصدمة كبيرة ليش؟ لأن اللي أنت متعود عليه محيطك راحتك حياتك أسرتك الأشخاص المحيطين فيك الأصدقاء الناس اللي تحبهم المحلات اللي في البلد أنت متعود عليها أنت عميل دائم أنت عميل مميز ما عاد في كل هاي الأمور رح تبتدي من الصفر في كل شيء في المكان الجديد فهاي شوي رح يكون بنسبة لك صدمة رح تقول أنا جيت هني على مكان ما حد يعرفني فيه ما حد يعرفني يعني أنا مجرد زوجة هذا الشخص ولكن لحد الآن ما أملك ولا شيء لازم أبني كل شيء من البداية رح تحس شوي أنه فقيل عليك أنه تبتدي كل شيء فعلا من البداية ولكن ولكن هذا الشخص رح يتحول لك لأنه رح يعرف أنك بحاجة يعني مثل اللي عندك حنين إلى الوطن أو إلى منطقتك القديمة حياتك القديمة هذا الشخص وقتها سبحان الله رح يغير طاقتها من ملك السيوف ملك دايريكت وقوي وحازم وكذا وكذا رح يكون جدا حنين معاك رح تشوف أنه في داخل المنزل في الحيال الجديدة وراء هذا هذه الواجهة هو جدا ملك ملك الأكواب يعني جدا حنون جدا محب جدا كيوت إنسان بالنسبة لأنت فكرت قبل ما أخذ عننا فكرة أنه هم كل هم هو نجاحه في العمل ولكن رح تكتشف أنه بالنسبة للنجاح لازم يكون على جميع المستويات يعني حتى لازم يكون ناجح معاك أنت عشان يعتبر نفسه أصلا ناجح في الحياة فهند قصدي بالنسبة لأ مهم جدا إنه ينجح هذا الزواج إنه يدفع حي الزواج إلى الأمام وعندك آخر شي الكرت الختامي الشمس الشمس ترمز إلى ماذا؟ ملك الأكواب والشمس ملك الأكواب هو ملك جدا متزم في مشاعره فأرى أن هذا الشخص معاه الشمس بالعادة تعني السعادة ولكن في هاي الموقف بالذات اللي رح يسهيك أو يخليك تنشغل عن الواقع الجديد أو مشاعر الخوف عندك من البداية الجديدة إنه رح يكون لك ابن رح تتفاجئ بهالشي أيضا رح يكون جدا سريع ولكن بسرعة يا أنت أو الشريك رح يكون في حمل رح يكون في طفل طفل سوري أو جنين وأتوقع أنه ابن لأنه عندك تسان أتوقع أنه طفل ليست يعني ليست أنثى هو اللي فعلا رح يساعدك يعني كل شيء في توقيته صحيح هو اللي رح يشغلك عن ضغوط الحياة الجديدة أو أنك خايف مثلا من الحياة الجديدة بالإضافة إلى أنه عندك شريك رائع شريك رائع وبداية جديدة مع طفل يعني هي النهاية السعيدة بالنسبة لي أو النهاية المثالية عزيزي برج الأسد قراءة جدا جميلة رح أسحب لك آخر كرت تبع النصيحة نصيحة لبرج الأسد بخصوص الشريك القادم شكرا أحماً الضبط ماذا ما قلت لك عزيزي برج الأسد إذا كنت متخوف إذا كنت غير واثق من قرارك مع هذا الشخص أو ارتباطك بهذا الشخص احتمال أنك الشخص اللي ما توقعته أنك ما كنت متوقع الارتباط من هذا الشخص في هذا الوقت ولكن أعرف أنه رح تكون سعيد معه بسبب الحب بغض النظر عن طاقتك وطاقته هناك حب والحب هذا اللي رح يحول ملك صارم أو إنسان جدا عملي في حياته وديركت إلى ملك الأكواب رح يتحول معك أيضا بسبب حب إليك فلا تخاف الرسالة لك لا تخاف لديك كل ما تحتاجه الشرك المناسب وأيضا الحب شكرا عزيزي عزيزي صورة على ملكة ل последنزل